هو ذا حمل الله هذه الفكرة طبعا ما هيش فكرة جديدة لمعاصري الرب يسوع في العهد الجديد الفكرة هي الفكرة القديمة الحديثة من بداية الأيام بيتكلم الكتاب عن أول ذبيحة أنه الرب نفسه يعني ألبس آدم وحوى أقمسه من جلد وبعدين منشوف فكرة الذبيحة ذبيحة هابيل وطبعا الفكرة الكبرى طبعا فيه بعدين نوح بعدين الفكرة الكبرى إبراهيم الخليل وهكذا بائح العهد القديم موسى شرعها ذبائح حيوانية وأيضا ما هيش غريبة عن الفكر الشرقي يعني العادات القديمة اليوم طبعا في أرض فلسطين اكتشفوا أثرات كثيرة لمعابد قديمة حديثا اكتشفوا مثلا مكان لمعبد مذبح اللي كانوا بقدموا عليه ذبائح بقدموا فيها خنزير في منطقة كرة الجدريين وين المسيح طرد الخنزير من الشخص اللي كان فيه أرواح شريرة لاجئون وهكذا أماكن كثيرة ففكرة الذبيحة أو الضحية معروفة في الكتاب المقدس ما هيش فكرة غريبة إذا ممكن تحدثنا أكتر يعني تبلور على هاي الفكرة الحقيقة حديثتك بدأت لنا ببداية رائعة وده جوهر الفكر وده هو اللي بيشير لي كل الزبائح في العهد القديم أو بيعد الإنسان لفكرة حامل الله الذي يرفع خطية العالم فلو رجعنا للكتاب المقدس ومن البداية ليه الإنسان محتاج يقدم زبيحة؟ وليه الإنسان محتاج يقدم أضحية؟ وده بيورينا أن فكرة الأضحية أو فكرة الزبيحة مش مجرد فكرة استمتاع شخصي لي لأن النهاردة مرات كتيرة إحنا بناخد الفكرة الموجودة وبعد كده بتتحور الفكرة والناس بتغير الفكرة فالروس تلاقي أن الناس بيعملوا حاجة مختلفة تماماً عن الفكرة الرئيسية أو الفكرة الأساسية